بشق الأنفس يفوز الزمالك على الداخلية بهدف مقابل شيء سجلوا عمر جابر بصناعة دونجا في الدقائق الأخيرة من مباراة الزمالك ليكسر عناد الداخلية وتقلق محمد مجدي حارس المرمى الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة ويستحقها عن جدارة ويستحق أيضا عمر حسن المدير الفني للداخلية الاحترام والتقدير بالأداء اللي قد قدموا النهاردة أمام الزمالك بلاعبيه الجدد بالملايين اللي اتصرفت على الصفقات الجديدة قدر النهاردة عمر حسن بلاعبين مش عايزة أقول مغمورين لكن في النهاية لاعبين من قليل الخبرة وأكثرهم وأكبرهم عقدا لا يحصل يعني نصفه لاعب في الزمالك لكن في النهاية قدر عمر جابر بخبرته الكبيرة أنه يسجل هدف من الأهداف المميزة بتحرك رائع جدا جدا يعيد في عمر جابر اكتشاف نفسه مرة تانية ويعيد للأزهان تألق عمر جابر عندما كان لاعبا في الزمالك قبل أن ينتقد إلى بيرامدز الزمالك بيفوز النهاردة بصعوبة بالغة لكن في النهاية الهتاف الجماعي الجماهير نادي الزمالك والانتظار هو مباراة كأس مصر ومطالبة جماهير نادي الزمالك للاعبيها بالحصول على كأس مصر في الوقت المبارح أو أول المبارح النادي الأهلي يوجه انذار شديد اللهجة للزمالك بالفوز بخماسية على بلدية المحلة ويبدو أن احنا قادمين على مباراة نهائي كأس مصر بتحكيم أجنبي سيتم الإعلان عنه خلال ساعات لكنها ستكون مباراة في غاية الندية وفي غاية الحماس والإصرار